شغلوا ولادكو في الأجازة لأن الحياة كل ما بنكبر بتصعب مش بتسهل ما تسيبش ابنك نايم لحد العصر وحنية قلبك ولا حنية قلبك تطلعوا توتو عايش يأكل ويشرب وينام وترجع مراته تشتكي إنها عايشة مع واحد عالة مالوش لازمة ما بيعرفش اعتمد على نفسه في أي حاجة مراته هعتدعي على اللي ما عارفوش يربوه والبنت برضو ما تسيبش بنتك تسهر للفجر على الموبايل كل يوم وتسحى العصر صحيها بدري تصلي وتسوي قضيتها وتشطى بالمطبخ وتكنس وتمسح علميها وسعديها لأن بكرة هتبقى ست بيت لوحديها ومسؤولة عن زوج وبيت ستات كتير فشلت في حياتها وأزواجهم اتخنقوا منهم وكل يوم بيكون عندهم مشكلة نتيجة أهل ما عارفوش يربو وفاكرين التربية أكل وشرب ومدارس ودروس جغرافيا وحساب وعلوم وغيره التربية مش كده التربية إنك تجهز ابنك أو بنتك لمهمته الحقيقية في الدنيا قبل الأخرة ما تسيبش ولادك على موبايلاتهم ليل نهار وتقعودي أنت كمان تتعبع حاجات ملهاش أي تلاتين لزمة أو تتكلمي في التليفون مع أهلك وصحابك بالساعات بكلام برضو ملوش أي لزمة وعمرك وعمر ولادك بيضيع ما بين إيديك في الهوى أولادك أولى بالوقت ده أنت شخصيا أولى بالوقت ده كل واحد فينا هيسأل عن عمره فيما أفناه صرفت وقتك في إيه؟ ضيعت أيامك في إيه؟ هنتحاسب على كل ساعة لم نستثمرها في دنيا أو في آخرة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله